كشفت إلينا سورليني العضو المنتدب ورئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي عن خطط لتعزيز تجارب المسافرين خلال العام الجاري في مطار زايد الدولي من خلال زيادة منافذ السلع التجارية إضافة إلى ضم شركات طيران جديدة لتعزيز حركة الربط الجوي للمطار وتوقعت سورليني تحقيق نمو في عدد المسافرين بالمطار بعد النتائج القياسية التي تم تحقيقها العام الماضي وخلال الربع الأول من العام الجاري وأضافت أنه بعد افتتاح مبنى المسافرين الجديد والمرافق والبنية التحتية عالية الجودة لمطار زايد الدولي وطاقته الاستيعابية التي تصل إلى 45 مليون مسافر وقدرته على استيعاب 9.70 طائرة في أي وقت تشير التوقعات إلى نمو أعداد الركاب وتدفق أكبر للمسافرين خلال الفترة القادمة